السلام عليكم ومرحبا بكم اتمنى تكون الاحوال طيبة هذا الفيديو هذا كواخادة طرن اللي تقدمه في الاعراس بالنسبة لجهة الشمال بالنسبة لهذا التحلية هذه كجية رائعة بسف كنحتاجه فيها الكواخادة المقادير العادي اللي كنحتاجه زائد مكوين اضافي واللي هو الطرن وكنستعمله على طريقتين الطريقة الاولى هو هذا الياغورت بالطرن هذا هو الشكل اما الطرن هو هذا يعني كتشي على شكل نوغا بالنسبة لهذا الطرن هذا ممكن استعمله هذا ممكن استعمله هذا الضانون هذا او الا ممكن كذلك تستعمله البخاليني يعني عندكم ثلاثة الاختيارات بالنسبة المقادير غادي نحتاج عندي جوج علب هذا الياغورت هذا ديال الطرن انا استعملت هذا جوج علب ممكن استعمله جوج قطع ديال الطرن إلا استعملت هاد النوغة هادي او الا ممكن استعمله البخاليني كذلك فهدي هي انه طريقة باش كي يجمد لنا بسرعة كنستعمل فيها الياغورت فقد نحتاج نصي ترود الحليب نصي ترود القشطة الطارية السائلة جوج معلق ديال السكر وعندي دو ساشي من نص جوج اكياس ونصف ديال كواخادة هنا ممكن استعمله ثلاثة ممكن استعمله جوج ونصف هكا حي تبغيتها تعقاد لي بسرعة كما ممكن انكم استعمله غيجوج فقط فهي كافية بالنسبة اللي غانستعمله معها الياغورت فهي كافية لكن انا فضلت انني ندير جوج اكياس ونصف مع هاد الياغورت باش هاد تحليه هادي تجمد لي بسرعة ندوزوا دباء الطريقة اللي غانستعمله وكيفاش غادي نضيف هاد الياغورت هاد الكواخادة ديالي فاول حاجة كما كنخدمه الكواخادة دائما كندير نصف لترو مع نصف لترو ديال كرين فخيش اما هاد الياغورت فكنخليه حتى كنسالي كنخليه على جنب كنضيف جوج معلق ديال السكر ممكن استغناء على السكر وكنضيف جوج اكياس ونصف ديال الكواخادة هنا بالنسبة للكواخادة فممكن تخلطوها مع شوية الحليب عدفوها الخالط فانا كننضيف كل شي اللي انا في الاخير ممكن تصفيه يعني لا داعي عن خلط هاد المكونات مزيان وغادي نوضعها على النار حتى تغلي فمن بعد ما كتغلي كيما كتشوفو دابا كنضيف جوج كؤوس ديال الياغورت ديال الطرون وكنخلطهم مزيان هنا ممكن تصفيه الخالط قبل ما تضيفو الياغورت ممكن تخليه كما هو فانا كنخليه كما هو وكنخلطهم مزيان ممكن ديرو حتى ثلاثة ديال العلب واللي بغات يجيها للجوم مجهد ممكن تضيف كذلك البخالينة او اللاجوج معلق كبار ديال اليوز يكون مطحون فانا طريقة اللي كنخدم بها هي هادي سيطرود القيشد الطريان سيطرود الحليب وثلاثة الاكيس او لاجوج اكيس ونصف ديال الكواخادة والقالب استعملت القالب العادي ديال الكواخادة اللي كيتقدم في الاعراس فانا غادي نصب هاد الخالط في هذا القالب وغا ندخله تلاجه حتى يتماسك وغا نقدمه مع شوية الكاغامل وشوية الفواكه اللي كالمعلبة اللي كاتباع يعني موجودة كيفما ممكن تقدموه بالطريقة اللي بغيتوها نتمنى هاد الوصفه تكون اللي اعجاب ديالكم لانها فعلا سهلة وبسيطة وحاولت انني نقدمها بطريقة سهلة وبلا تعقيد نتمنى انكم تجربوها وتنال اعجاب ديالكم الى اعجبكم الفيديو ما تنسوش انكم ضغطوا لايك وتخلوا لي التعليق ديالكم وللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة